يقول لك يا ساعتر يا رب اللهم اجعله خير ده عيني بترف يعني موروس قديم من أيام اللا بيد واسود القناة الشهيرة بتاعت نجيب الرحاني مع ليلة مرد عيني بترف وقريبا رأسي بتلف وعقلي فضله دي أو يخف بتقول له يا لطيف يا لطيف يعني هو موروس قديم من زمان إن ما يبقى فيه رعشة أو رفة في العين الناس بتقلق أو بيبقى فيه يعني بتقول له اللهم اجعله خير وربنا يسطرها ويا لطيف وما شابه وبإيه قصة الرفة دي واللي بتحصل هل فعلا يا لطيف ولا ايه فتابعوا مع الحلال الاخر خلينا نشوف ايه القصة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا جماعة عاملين ايه معاكم محمد هشام ودي قناة قناة امهتشات اغلبنا حصل لنا الموضوع ده قبل كده فكرة ان يكون فيه رعشة في العين رفة في العين فترة ما ايام ممكن يوم يومين ممكن اكتر من كده ولكن اعتقد الغالبين اننا حاس بنفس الموضوع ده تبقى عين واحدة الجفن كده نلاقيه بيقعد يرعش يرعش العشان بسيطة سريعة وليس علينا اي سيطرة خلص والموضوع ساعات بيبقى يعني زي ما نقول مؤرف او مزعج بالنسبة للبعض وناس كتير يقولك مش عارف العين الشمال لو بترفي بايه والعين اليمين ايه ويا لطيف يعني شوعة كده خزع بلات ولكن ايه قصة الموضوع ده واللي ايه الموضوع ده هي رفة العين او رعشة العين دي هي حاجة اسمها اي ليد مايوكيميا حاجة تندرك تحت حاجة اكبر اسمها الفيشل مايوكيميا ده في الغالب بيكون فعلا بعض العضلات يعني اللي في الوجه ولكن انا هتكلم دلوقتي على الاي ليد اللي هي رفة الجفن حديدا ولكن بالتعريف ان بيكون في بعض العضلات اللي بيحصل فعلا فيها رعشة انقباضات سريعة بفريكونسي او بتردد عالي خفيف خفيف ده وترجع تاني خفيف وترجع تاني الموضوع ده ممكن يحصل في نص الوجه ككل ولكن تحديدا انا من الكلام دلوقتي على الاي ليد اسمها اي ليد مايوكيميا دي بتحصل في عضلة معينة المسؤولة عن غلق الجفن نفسها اسمها اوربيكولاريس اوكيلاي دي عضلة اللي بتكون المحوطة الجفن اللي هي لما بتتمقبض بتقفل الجفن على اخرية المسؤولة على انقباض الجفن ودي تغذية بالعصب السابع ممكن نبقى نعمل حلقة بعد كده عن برضو الجفن وعضلات الجفن الخارجية والعضلات العين الداخلية ما عندنا مواضيع كتير ممكن نتطرق لها ولكن خلينا مركزين فكرة التويتشز او رعشات او الرفة بتاعت الجفن دي دي حالة مش عايزة سميها مرض قوي ولكن هي مرض او حالة اسمها اي ليد مايوكيميا دي فعلا في الغالب بيكون في جفن واحد في عين واحدة في الغالب بيحصل في السفلي ولكن ممكن يحصل في الجفنين علوي او سفلي ولكن في الغالب بيكون في عين واحدة مش في العينتين مع بعض طبعا ممكن يحصل رفات او يحصل مشاكل تانية يعني في حالات مرضية تانية ممكن يحصل في العينتين لكن انا بتكلم على الحالة اللي احنا عارفينها المتعارف عليها الواحد ممكن يوم يصحى من النوم يلاقي عنده عين واحدة او حتى مش لازم يصحى من النوم في يوم من ما في وقت ما الواحد ممكن يبتدي يحصل ان في عين واحدة مش العنتين بتبتدي يحصل فيها رفة او رعشة الشخص الله مبيقدرش يسيطر عليها دي حالة غير ايرادية مع انها عضل ايرادية ولكن بيكون الواحد لا ايراديا مش قادر يتحكم فيها بتفضل ترعش ترعش端 وزي ما بقول ممكن تكون مزعجة للبأ تكون رعشة مجرد رعشة بس يعني هي فعلا رفة مش انقباط كامل للعضلة وان مش الجفن كله بيقفل لان في حالات اخرى يعني مشابهة وراضية فعلا في حاجة اسمها همي فيشل سبازم وفي حاجة اسمها سانشل بلايفرو سبازم مش عايز بقى جعلس الموضوع يعني النهاردة نتكلم على موضوع الرفة دي ناخد فكرة عامة ايه اللي بيحصل وليه بتحصل وإيه العلاج وإيه إمتى نروح لدكتور ولا ما نروحش كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه ايليد مايوكيميا او رفة الجفن ده ده النوع القشع من الفيشل مايوكيميا اللي هي ممكن تحصل في الوجهة ككل طيب ايه السبب هو فعلا السبب حالة تحديدا مش معروف يعني مفيش سبب ما نقدر نقول ان ده سبب أوحد أو سبب معروف ولكن تم ربط الموضوع ده بقى حالات كتيرة غالبية بتكون حالات يعني طبيعية أو مش مقلقة يعني في الغالب لو بني ادم صحيح ما عندوش اي مشاكل صحية ولا اي حاجة في الغالب بيكون موضوع ليه علاقة بالاجهاد او ليه علاقة بقلة النوم او ليه علاقة بالضغط العصبي ليه علاقة بالكافاين او النكوتين او بعض المواد الكحولية او بعض الادوية برضو العصبية كل الحاجات دي ممكن يكون لها تأثير ولكن السبب القشع بيكون قلة النوم او الاجهاد سواء اجهاد العين او الاجهاد الجسم ككل كتعب او قلة النوم بمعها برضو يعني استخدام او تناول الكثير من الكافاين او النكوتين ده في الغالب في الغالب في الغالب الموضوع بيكون مندرج في الحتة دي في بعض الاسباب الاخرى بعد الشر الممكن يكون فيه مرض زي التصلب المتعدد او الام آس او فيه بعض المشاكل في المخ او فيه وفيه ممكن يكون ده أحد الأعراض للمرض الكبير يعني البني أدم عنده أعراض أخرى فهيتشخص ومش بيكون البني أدم صحيح أو يعني مش بيكون عادي مفيش أي مشاكل وبيبتدي يحصل الموضوع ده وفيه برضه أسباب أخرى متعلقة بالعين بعض التهابات في العين أو الجفاف ممكن يعمل الموضوع ده للتهاب نفسه بيسير الجفن أنه هو يكون فيه الرعشة دي هيا دي الأسباب الشاملة المتكملة ولكن فيه الغالب في الغالب بيكون الموضوع دي علاقة للضغط العصبي أو الإجهاد الشديد أو قلة النوم أو تناول الكافيين بصورة كبيرة ده اللي في الغالب لكن فكرة الأدوية أو الالتهابات اللي في الجفن أو المشاكل الأخرى العصبية دي كلها تكون يعني فرضة نفسها في الغالب معلومة ورضو طريفة هو ساعات بيسموا المرض ده أو الحالة دي حاجة اسمها Medical Student Disease أو مرض الطالب الطب لأن يعني طالب الطب بيكون يزهر كتير وبيبقى نوم قليل وممكن يشرب كافيين كتير وبيكون تحت ضغط عصبي فممكن الحالة دي بيتيجي كتير لطالب الطب دي معلومة طريفة من قد تهمة أو لا تهم الب cree طه يبقى التشخيص وإيه العلاج نادرا 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 جدا 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 ما بيتم الزهاب للطبيب وهنتكلم إمتى بيكون الزهاب للطبيب وليه وبرضو يعني طالما نادرا ما بيدروح للطبيب بيكون نادرا بردو إحنا نستعانى ببعض التشخيصة ولكن فيه هنتكلم على كل حاجة ولكن في الغالب في الغالب زي الحالة تشخصها بيكون معروف العيان بيبقى يعني عارف إيه اللي بيحصل وإيه المشكلة حالة بتتكرر في الغالب وإعلاجها في الغالب لا يتم العلاج الموضوع ممكن يروح لوحده طبعا مع الراحة ومع البعد عن بعض المسببات زي الكفايين تقليل الكفايين بعد عن الضغط العصبي الكلام ده كله في الغالب الحالة بتروح لوحدها خلال أيام قليلة ممكن أسابيع حتى ولكن في الغالب بتروح لوحدها من غير أي تدخل من الطبيب ولكن ممكن في بعض الأوقات في بعض الأوقات لو الموضوع ده طول بشكل مبالغ فيه ممكن يكون فيه استعانة بعض الأدوية يعني ممكن يكون فيه استعانة بقى للطبيب طبعا الطبيب هنروح نقول لأن فيه بعض العلامات لا يمكن الإخفالها ولا يمكن أن نستنى عليها أكتر من كده لازم يكون فيه ذهاب للطبيب سواء هنتكلم برضه مين الطبيب هل عيون ولا هل مين هنتكلم ولكن فيه علامات لا يمكن إخفالها أتكلم عليها في الآخر ولكن أنا بقى بتكلم في الغالب الموضوع يروح لوحده ولكن ممكن بعد الزهاب للطبيق ولو إن شاء الله الأمور مفيش أي مشاكل أخرى وهو مجرد الـ eyelid myokymia أو مجرد رعشة البسيطة المعروفة في الجفن ممكن يكون فيه تدخل ببعض العلاجات من أول بعض المهدئات أو الحاجات اللي بتساعد على الاسترخاء يعني أدوية بتساعد إن الحالة دي تتحسن تحد ممكن يكون فيه حقن الـ botulinum toxin أو البوتوكس زي ما الناس كلها عارفة وممكن نبقى نعمل حلقة للـ botox ده لأن قصة يعني فممكن نبقى نعمله حلقة ولكن الموضوع لن يخرج عن الإطار ده في الأول الموضوع بيروح لوحده مجرد الراحة والاسترخاء والهدوء والنوم أخذ قصة وافر من النوم والراحة والبعد عن المنبهات والكافيين وما شابه لا قدر الله الموضوع زاد أو طول جدا لا ممكن يكون فيه استعانة بقى بالطبيب لأن أحد الحاجات اللي لازم نروح فيها للطبيب لو الموضوع طال وزاد مدته عن حده يعني عادنا بقى أسابيع ده الموضوع بقى لازم يكون فيه رجوع للطبيب طيب إمتى لازم 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 يكون فيه يعني زي علامة إنذار ولازم يكون فيه ذهاب للطبيب أول حاجة زي ما قولنا من شوية أن اللي هو العلاج طول عن أسابيع يعني إحنا ممكن خلال أيام 3-4 أيام أسبوع أسبوعين لكن الموضوع طالعا كده بقى والموضوع بقى مؤرق جدا لا لازم يكون فيه رجوع للطبيب إما يأكد التشخيص ويدينا علاجات أخرى إن هي تساعد على الاسترخاء إما أن يكون فيه قدر لأ أشياء أخرى فلازم يكون فيه رجوع للطبيب حاجة تانية لو كان فيه سقوط في الجفن لقدر الله الجفن بقى سقط مش مجرد رعشة لأ أو فيه انقباض جامد للجفن لدرجة إنه فيه عدم قدرة على فتح الجفن سواء من ارتخاء الزايد أو بسبب الانقباض الزايد يعني سواء ده أو ده ده الحاجتين دول لازم يكون فيه رجوع للطبيب علشان نطمن نشوف إيه الموضوع حاجة تانية لو الرعشة دي بتدت تزيد يعني بدل ما هي كانت وطيرة معاناة الوطيرة دي زادت أو إن هي بتدت تنتشر أجزاء أخرى من الوجهة أو الجسم يعني لو الرعشة دي بدل ما كانت مجرد في الجفن لأ بتدى يكون فيه مناطق أخرى في الوجه بقى نص الوجه والوجه كله بتدى يبقى فيه رعشات أخرى أو الجسم وحاجة تانية برضو إن لو الموضوع من الأساس كان بادي مش إن الرعشة دي عبار عن رفة لأ إن فيه إغلاق كامل للجفن إن فيه حاجة اسمها هيمي فيه الشلس بازم دي لأ بيكون فيها الجفن بقى ده يعني ده مرض آخر الإعلاج بيكون مشابه إلى حد ما ولكن بيكون يعني ليه تشخيص آخر ده بيفرق مع الطبيب ولكن اللي أنا أقصد يعني بيكون إن لقفلة الجفن ما بتكونش مجرد رفة أو رعشة لأ بيكون إغلاق كامل أو قفل كامل مش مجرد إن هي رفة بسيطة الحالات دي كلها لازم يكون فيه توجه في الغالب لطبيب المخ والأعصاب هو وضوع ده واقع بين تخصصين العيون والمخ والأعصاب في الغالب أي عيان هيبقى عنده المشكلة دي هيتوجه لطبيب العيون في الغالب في الأول وبرده من أحد الأسباب اللازم يكون فيها زيارة للطبيب وخاصة طبيب العيون لو الجفن بقى أحمر أو العين حمرت جدا أو فيه تنفيخة في الجفن أو فيه إفرازات الكلام ده طبعا هيكون فيه زيارة لطبيب العيون ده بلا شك يعني قبل حتى طبيب المخ والأعصاب ولكن بقية الحاجات كلها ممكن هيكون فيه زهاب لطبيب العيون في الأساس علشان يفحص العين وعلشان يعني يستثني من عنده أي أسباب خاصة بالعين وفي الغالب طبيب العيون ساعتا بيتم توجهة العين إن يروح للمخ والأعصاب علشان يكون فيه بقى تشخيصات بطريقة أكبر لأنه ممكن يكون فيه رسم عضلة أو رسم عصب أو رسم مخ أو ممكن يكون فيه أشياءات زي المقطعية أو MRI يعني بيكون فيه فحص الأعصاب بشكل دقيق أكتر لأن الموضوع ممكن يكون فيه مشاكل أكبر ففي الغالب في الغالب العلاج بيكون بين العيون وبين المخ والعصاب وحتى برضو المخ والعصاب ممكن يرجع للعيون تاني العيان لا قدر الله لو فيه عدل حقن البوتوكس ده بيكون ممكن فيه ارتخاء أو سقوط أو الجفن ما بيقفلش كويس فممكن يكون فيه عن استشارة لطبيب العيون برضو مجرد لعلاجات لترطيب العين وإن يساعد أن العين عبال ما ترجعتنا فهي الفكرة كلها العلاج بيكون بين مخ الأعصاب والعيون ولكن هو في الأساس بيكون مع المخ والعصاب لكن ولكن ولكن الرفة العادية اللي احنا كلنا بنشعر بيها في وقت ما هتععد مع إجهاد مع أي يقلة نوم مع ضغط عصبي دي كلها موضوع إن شاء الله بيروح لوحدة ومش محتاج إليها طبيب لا في التشخيص ولا في العلاج هي حالات خاصة جدا 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 اللي ممكن يكون فيه ذهاب للطبيب لأخذ المزيد من العلاج أو لا قدر الله أن فيه حالة مرضية أكبر محتاجة تشخيص وعلاج بشكل أكبر وده مجرد عرض لكن في الغالب الموضوع ملوش علاقة لها بخزعبالات ويعني نقول يا لطيف يا لطيف في كل الأوقات من غير لرفة ولا حاجة نقول يا لطيف ولكن هي في الغالب الموضوع بيكون بسيطة حالة أتمنى أن هي تكون خفيفة ولذيذة وسريعة وفي نفس الوقت تطمن البعض وحد عنده رفة مزعجة أو يعني بقاله كذا يوم أتمنى أن هي تكون وضحت للموضوع وإمتى الواحد يقلق ويبتدي يتوجه للطبيب وبرضه بنوه والله يا جماعة دايما زي ما بقول القناة من الأساس للتوجيه الصحيح للمرضى لأن في بعض الناس بيعايزين علاج من غير فحص يعني في بعض الناس ممكن يسيبوا لي تعليقات أنا عندي كذا محتاج علاج حق ربنا ماينفعش بخلاف الحاجة الوحيدة اللي ممكن تساهل وتسامح فيها الأطرات الملطفة يعني ممكن حد يبعث لي يقول لي نوع أطرات ملطفة لأن الموضوع ده بسيط يعني ده ما فيهوش مشاكل ولو أنا حاسس أن هو بيسأل فقط على الأطرات الملطفة لكن لو في مشكلة وأنا شاكك أن المشكلة دي ممكن يكون لها أبعاد أخرى لازم أنصح المريض أن هو يتوجه للطبيب ده يعني حاجة مهمة جدا ودي نصيحة للجميع أن بلاش استسهال أخذ علاجات أونلاين أو مني أو من غيري أن أي حد يقول لك خد العلاج الفلاني ما تجربش في نفسك ولا في عينك ولا في جسمك في تخصصات أخرى الذهاب للطبيب شيء لابد منه يعني أتمنى أن أنا أكون بوجه النصح أو أن أنا بدي النصيحة النصوح أو لو في حد عايز ياخد رأيي في تشخيص ما دخل دماغي بقوله أه دخل دماغي ما دخلش دماغي بقوله خد رأيي طبيب آخر يعني ما عنديش أي غضادة في الموضوع ده لكن فكرة أن من غير فحص ومن غير تشخيص ومن غير أي حاجة علاج في الهوى كده دي حاجة في منطقة الخطورة علشان كده دايما بكرر في التعليقات أي حد لو بقوله بقوله حاول تتوجه للطبيب يعني بحاول أنه في القناة دي الفيديوهات تدي فكرة للمريض علشان لو راح للطبيب يكون فاهم ولو في حاجة يعني ألقى البعض يتطمن لو إن شاء الله الأمور بسيطة زي الحلقة زي النهاردة ولو في مشكلة كبيرة يتم التوجيه للطبيب المختص أو يتم يعني إرشاد الصحيح لأن الإرشاد الصحيح دي الحاجات المهمة جدا وأعتقد ممكن كتير بنفتقدها في مناحي كتير في الحياة أتمنى يا رب أكون بأدي الوظيفة دي بشكل جيد وأتمنى أكون مفيد للجميع وأتمنى أن القناة دي دايما تكون مفيدة للجميع وممتعة للجميع ولكن ده تنويه أنا بقى أكرره يمكن من أول ما عملت القناة قلت ولكن حبيت أعيده تاني هذه القناة استرشادية وليست علاجية لا تغني عن زيارة الطبيب مهمة جدا خصوصا في العيون يازم يتم الفحص بالعيون في بعض الناس بتبعتلي على إيميل القناة تاخد رأي في حاجة معينة ممكن أجاوبها لو أكتفي بالمعلومات أو حاجة لكن فكرة أن مجرد كلمة وخلاص وأن أنا أكتب علاج دي حاجة في منطقة الخطورة مش بتكلم عن نفسي أنا بتكلم دي المصلحات كنتو أي حيان ياريت ياريت ما يمشيش وراء أي علاجات ولا أي حاجة بحس فيه عاشا من بعض العيانين أنا بس دي حاجة للمصلحة العامة عشان ما نرجعش حد يقول ياريت اللي جرى بس دي كانت حلقة خفيفة وسريعة رب تكون مفيدة للجميع زي ما دايما بقول ياريت قبل ما تمشوا تبصوا على بقية الفيديوهات في القناة هي مش قناة بس عن الطب العيون أو الطب في العموم لأ هي فيها حاجات كتير بعيدة عن الطب خلص كلام عام وكورة فلو أنتوا لقيتوا أن القناة تستحق الاشتراك ياريت اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وزي ما دايما بقول كل أمل أن اللي يخش القناة يطلع باستفادة أو يطلع بمتعة أو يطلع بمعلومة أو حتى على الأقل يكون مستبشر أو يعني مبسوط أو حتى ماجه تشتغل فيا رب تكون قناة ممتعة ومفيدة يا رب العالمين ربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعض على خير الحلقة الجاية أو اللايف الجاية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته